بسم الله والحمن الجمال والسلام على الرسول الله التقدم معنا في الدرس الماضي أن المسلم لابد ان يأتي قبل أن يصل على الشرطة السرح بسم الله والسلام على الرسول الله بنا نعطلنا بس هر قنبر مسلما نماز Pzeex فسأ برنجي نماز قلبه عقلش كلمة أجدد الآن أدنى شرط السرح استقبل القيب لا أسترال العورى الأطباء تقدم معنا حضر مسلن النماز نماز قلبه عقلده طولق على قلدي السنة يصلي إلى سترة إلى جدار أو شيء مختفع لكن لا يصلي إلى نار إلى شيء يذهب عن الصلاة الفاز أو أناس يلعب كورا أو أناس يلعب كورا أو أناس يلعب كورا حتى بعض السجاجين الآن الآن هناك معظمات وفي بعض المصلاة الإخوة يلعب كورا هذا لا يجيز الصلاة عليها لأنه في هذه الصورة كأنه يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت في هذه الصورة كأنه يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن القبلك يصدر إلى مقربة ولكن إن إن قبلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القيادة على استقامة المنكبين على استقامة البدن يعني لا يفرج هكذا أو لا يضم هكذا أو يجعله مفتوح هكذا أو يعني مضموم هكذا على استقامة البدن يجعله بطن الكفين مضمومة الأصابع جهة القبل هكذا قال الله كبار حدو الأذنين وحدو المنكبين همشنلاقلا ازنان قولن برماقلن هيم تتوب قبلغة قراب تروب يكي ازنان مرغة مرغة قدر يكي ازنان قولغة قدر كتردو عندما الآن يرفع معرفع أو قبل أو بعد يقول الله أكبر قولن كتأجندا يكي قولن كترشن ألددا يكي قولن كتر بغانركن الله أكبر داب إيتدو سننان يرفع اليدين في أربعة مواضح سننت بولب هسابلنغنى نمازدا توت يادا قولن كترمك عند تكبيرات الإحرام يعني نمازا كريش تكبير وقتدا وعند التكبير للركوع ركوع وعند رفع من الركوع ركودن تكبير قلب كترولجندا وعند القيام من التشاهد الأول إذا ركعت الثامثة يكبير بعد يقول اجر نمازا تتركاتك بلنش تشاهدتن قبقاندا أشوالك قولن كترشن ألدد نعم بعد يكبير يقول الله أكبر حذو الأذنين أو حذو المنكبين أدام أذن قولن قلقا بغانر يكي أذن مورغة بغانر كتر الله أكبر دي جندن كين نعم باطل كثه اليومنى على ظاهر كثه اليسرى والرزق والساعد وضع الزكا وضع الزكا أي كبير أو يكبك والحصال وضع الزكا وضع الزكا وضع الزكا نعم أو يكبر هنا مثلاً حديو السرع مثلاً كذلك بعض الناس قد يقبض هكذا أو يقبض هكذا أو يضع على قلبي أو لا يقبض أصلاً لا هو الآن يقبض دون تكلف على صدري يضع أو يقبض على صدري دون تكلف نعم يستحب له الآن هنا أن يقول دعاء الاستفتاح مستحب بلغني موش يادا استفتاح دواسنا وقمك بأي دعاء والد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول مثلاً مثلاً سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره أو غيرها ألا من الأجع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيخ يتقندك سبحانك اللهم وبحمدك ديان دواسنا يكي بيغمر من صلى الله عليه وسلم لنكيان باشق دوابنا الأقصى همس المستهبوا بيسببه ثم الآن بعدها يقرأ الفاتحة يستعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 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 نعم أو أعوذ بالله السميع علي من الشيطان الرجيم بكل صيغة استعادة وردت على النبي عليه الصلاة والسلام لكن هناك بيغمر من صلى الله عليه وسلم رواية قلنغان استعادة لبعضها شلان أقوب نمازها كرشتا بولده ثم يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وننظن كين يعني أعوذ ندبوغان الكين بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة وننظن كين فاتحة سرسنه وقيده لابد أن يقرأ الفاتحة كاملة فاتحة نطول قوش لازم مرتبة ترتب بيجة يعني آيات لنا ترتب بيجة بي حركاتيه وكلماتيه وآياتيه وحروفيه فاتحة نطول قوش لازم ولا يترك منها شيء لا يترك من الفاتحة حرف أو حركة فاتحة نطول قوش لازم نعم إذن أهم سورة عندنا لابد أن تتعلم وتضبر في سورة الفاتحة بناتنى برواسق بولدوك أهم شنو الأخلاق قوش لازمت أهم شيء وعند الغائر شاء عند الكثير بأس بر آدم لادا بر خطالق بأس بر آدم لادا بر خطالق باقو خطالق كب آدم لنا رسده اطاقان الَّذين هو يقول الَّذين ماسلاً الَّذين دي ين سوزن الَّذين دبقويدو يتعاود يخريج اللسان يقول الَّذين الَّذين فإذا أخرج اللسان إن شاء الله تنتقده صحيح إذا اتهى من الفاتحة يقول آمين أي اللهم استجب ثم بعد هذا يستحب له أن يقرأ آية فأكثر أو سورة نعم مثلا يريد أن يقرأ سورة الإخلاص يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفون أحد مثلا إذا إخلاص سورة الإخلاص يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد داب آخر قجوه قيدون نعم ثم بعد هذا يرفع على يدين يقول الله أكبر يكبر حذو الأذنين أو المنكبين نعم يجعل المرفقين ممدودة يقبض على رقبتين يجعل الرأس مع الظهر على استقامة واحدة نعم يقول الله أكبر نعم نعم يقول الله أكبر نعم يقول الله أكبر نعم نعم يقول الله أكبر نعم سبحانك الله وسلم بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هم شناقلا ميرب قندقلا dua بأغمرنا صلى الله عليه وسلم نعم، الآن بين الرقور وبينا الاعتدال القيام بينهما معرف عليهم يقول سمع الله لمن حميدة ويطفا سمعن الركود بشكل كتاكا حقا يعني ترتبت بگنة أنم غدت بشكل كتون وقتقا سميع الله لمن حميدا لغن صعب نعم يعني الآن هو راكع هكذا الآن يقول سمع الله لمن حمده إذا استقامونا يقول ربنا ولك الحمد يخطئ كثير من الناس يعني يقول راكع هنا بعدها يقول هنا سمع الله لمن حمد خطأ هنا قول ربنا ولك الحمد يقول ربنا ولك الحمد أيضا عندنا إشكال في انكشاف العورة في من يصلي في البنطال عندما يركع أو يسدي أن تنكشف العورة فالصلاة باطلة سواء علم عن انكشاف العورة أو لم يعلم أمشد دقلا بيادة بوما يدغن برناس خلق آشان وخلق آشان ثم الإحكال إنه يخدم ونرزه ، نحن دخل سمعنا وثم بعد بأن وكان ي attachments هكذا يقولowitz توفر الله ولك الحمد ابة العكو وي挺تفقد أن يستثل من مدد أقصار ثم بعد ذلك يسود على الأعضاء السبعة ونوان دنكين إنسان أدام يأتي أزاغا سجدة قولدو يأتي أزاني يأتي قويب سجدة قولدو الجرح والأم واحد برنشسي أزنان بشاني سبلان أزنان برن وباطن الكفين إشكي قولن الألقني ورقبتين إشكي تزا وباطن أصابع الرجلين همشون دقلا بطنن برماقلن باطن تربي يعني إشكي تربي لابد أن تكون السبعة الضاء على الأرض مشو يأتي أزاني هميسي يأتي قيش لازم نعم أيضا يجافي بين ثلاثة أشياء همشون دقلا آدم نماز وقتقانا 3 ناسين 3 ناسين جراق تتدو بين الساق والفخد والفخد والباطن همشون دقلا بطني وزنان قوسغدن وعلى الإبض همشون دقلا ازنان قولن وزنان قوسغدن جراق تتدو لكن توسط يعني لا إفراد يمتد كأنه نائم ولا إنضم لكن هم ناسين دقلا أتراها حالة أتراها حالة بلوشي يعني بلکمو سوزبب كتما بلکمو نم قلما سبكي نعم نعم يضم رجلي نعم 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 همشون دقلا بطني همشون دقلا بطني نعم نعم اتراها حالة نعم 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 من الاخطاء أنه يضع المغفقين على الأرض نعم 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 هل هذا ال adelما هو الله أكبر ينصب الزونا أحضر التكبية وهذا الهدفة من السائل والأسيار هو أجلس عليه لكن اتقتقى إنه الهدفة على الأسيار والأسيار هو أجلسا ومع ماذا أجلس بك؟ دائماً الجلسات في الصلاة كلها يجلس بك نمازه كلها من الأطرش، لا يجلس بك فقط في التشاهد الأخير في الصلاة الثلاثية ورباعية تورق يجلس بك فهذا هو أنه لا يجد أن تترك نمازه يجلس بك أخر تشاهد الأطرش نعم في الجلوس يعني يجلس يجعل أطراف الأصابع نهاية الفخذين أولا غقلو ايجر آدم موتسا اوزنن قولنن بارماقلني تزغى قارتب مجنة قدرش لك يعني قولن بارماقلري تزنن بيش دا ترس لازم فتشهود يشير بإسباعي وحركها ويدعو بيها تشهود أقوغان دا اوزنن قولنن كوتروب اوزنن قولنن هركتلن دروب دعا قلوب اقوش لازم بين السجدتين يقول مرة واحدة وجوبة رب بغفر لي إشكي سجدنن آرصدا أدم رب بغفرلين بر قطم ديش واجب وإستحب بني أزيد رب بغفر لي رب بغفر لي رب بغفر لي همشي دا قولن بر قطم دن زيادة اقوش بمستهب بولب يساطوندو نعم ثم يسجد ثم يقوم يصلي الثانية كما صلى الأولى لكن بدون دعا استفتاح لكن سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم ربنا فإذا أتم الركعة الثانية جلس للتشهد يقول التشهد الوارد عن نبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية وإذا كانت هذه الصلاة ثنائية الآن يستحب له أن يستعيد بالله من أربع إذا كانت هذه الصلاة تشهد الوارد عن نبي صلى الله عليه وسلم ولكن أفضل بغني يدعو في السجود ويدعو الآن قبل التسليم يشهد الوارد عن نبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل سجد ويشهد الوارد عن نبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ثم يقوم بغني صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة